المسيح الديان المسيح الديان شو الرسالة اللي عايزين نوصلها للناس عايزين نقول للناس انه عملوا كالديان لاحق لعملوا كالمحامي هو الآن يرحب بأي إنسان مهما كانت خطايا هو الآن يعمل كمحامي كوسيط مهما كانت الخطايا مهما كانت الأثام تعالوا إلي يا جميع المتعبين والصخيل الأحمال وأنا أريحكم في زمن اسمه زمن النعمة في سنة بحسب إشعياء 61 اسمه سنة الرب المقبولة لكن هذا الزمن وهذه السنة أو الفترة الزمنية اسمها فترة النعمة هتتقف القريب عندما يأتي المسيح إذا جه المسيح يبتد بأي يوم الغضب ويعمل عمله كالديان فلماذا أيها الإنسان تظل بعيدا محروما من محبة المحامي وتنتظر دينونة القاضي هايجي كالديان ولابد أن يدين حتى توضع جميع أعداء موطئة لقدمين وكما وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة فعلا الفرصة مفتوحة هو كل يوم من نعمة الرب وكل صباح منكتشف ومنختبر رحمة جديدة والله عم بيعطيك كل يوم فرصة اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم وفعلا هاي النعمة اللي تكلم عنها الأخيات عصر النعمة فترة النعمة اللي الله بحبك الله مش بيضغاض عن خطيئة لا بالعكس لأنه مكتوب أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آناته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تظهر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله بنفس الإصاحبول في إصاحة الثانية إحدى عشر لأن ليس عند الله محابة فاليوم هي فرصتك واليوم الله بيعطيك الفرصة حتى ترجع والتوب آه يمكن مش عم تشوف نار بتنزل من السماء والإحجار عم بيضرب فيها البشر لكن الخطيئة هي إهانة موجهة مباشرة ضد الله ترجمة نانسي قنقر